انت مخفتش من المشهد ده اول مرة قريت السيناريو بتاع المسلسل بس ده مشهد مخيف ليه؟ لانه أنا طبعاً سيبهم التمسيط طبعاً انا اكيد ممثل فاشل لا لا اعرف لكن هي المسألة في انه انت لازم تقنعني كمشاهد مش يوصف طبعاً كلنا بقى مليز المشاهدين بالحالة اللي انت مرت بيها ذهاباً للحظة دي وانت اخنعتنا مما لا شك فيه 100% بكل الحاجات بكل انفعالات بطريقة الدموع اللي نزلت بنظرتك للسماء وانت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى الى اخره فده مشهد مخيف وحملة قيل طبعاً انك تشيره يعني ما قلقتش ما خفتش والله انا طول الوقت الان يعني اي شغل بدخله بفضل الان لحد ما بخلص تصويره وحد ما يجيلي الفيدباك بتاع الدور فطول الوقت الان بس بالنسبة لي المشهد ده كان اكتر حاجة ان انا كمهند كنت حاسس ان انا بقول حاجة لربنا حاجة في السيفي بتاعي ان انا بقول حاجة لربنا سبحانه وتعالى حسيت ان هي ممكن تكون لأي حد بعيد عن ربنا انه ممكن يكون قال نفس الكلام ده فكان ده احساسي الشخصي بس ساعتها لما اجي اصور شخصية حماد لازم اكون مصدق بحماد بحياة حماد الشخصية اللي انا بقدمها فكان بالنسبة لي كل جملة بتتقال لازم يكون لها علاقة بحياة الشخص اللي انا بقدمه لانه هو ليه ذكريات كتير مش كويسة في حياته طبعا فانا لازم عشان اسدقها عشان اجسدها عشان لحظة الندم بتاعة الشخصية اللي انا بقدمها فدي كانت بالنسبة لي من الحاجات الموتراني طول الوقت خايف ان انا ماكنش مصدق لحظة التصوير ان حضراك عارف ان احنا ممكن نعيد اكتر من مرة ممكن في لحظة نغلط فنعيد تاني فنتطر ان احنا نصور كذا مرة لازم في كل لحظة دموع تنزل بنفس الطريقة بنفس الندم بنفس الاحساس فكان بالنسبة لي طول الوقت انا يعني شايل هم حماد لانه هو طول الوقت عنده تغيرات في حياته كل حلقة بيحصل له حاجة جديدة تخليه تغير ولكن كان عندي حماد في الطووس كان طول الوقت عنده الندم فده كان بالنسبة لي الباب اللي انا ممكن اجيب منه الشخصية انها ترجع يعني هو كان الوحيد في اللي بيحصل طول الوقت عنده ندم لكل حاجة بيعمله يعمل الحاجة وبعد كده يرجع يندم عليها فلازم برضو ابنيله من صغره اسباب تخليه يعمل ده فهي دي بيبقى المجهود الاكتر اكتر من انا كمان اروح اصور المجهود الاكتر بيبقى بالنسبة لي في البونة بتاع الشخصية فده اللي بحاول اعمله على طول بونة الشخصية وابنيله من صغره واعد افكر في كل منطلقاته وحاجات زي كده ده كلام واحد رجل اتخرج من معهد فده من النصرحية اتخرج من معهد السينما مهند اتخرج من كلية الاعلام